موسيقى حسمت الفنانة المصرية نيلي كريم الجدل حول ارتباطها وأخبار زواجها في الساعات الأخيرة وأعلنت خطوباتها رسميا بعد تدول صورها مع خاطبها في مدينة الجونة وأكلت الفنانة نيلي كريم أخبار خطوباتها اليوم مع دنشرها أول صورة مع خطيبها رجل الأعمال المصري عمر إسلام وكان ذلك بالأمس في مدينة الجونة وأثرت الجدل برومانسيتها معه وهو الأمر الذي اعتبره الجمهور إعلانا بارتباطها وقالت نيلي كريم لعدة مصادر ولجريدة اليوم السابع أن الصورة التي نشرتها أمس عبر حسابها على انسجرام كانت بعد إعلان الخطوبة مباشرة على أن تحتفل بالزواج نهاية الصيف الجارية واحتفلت الفنانة نيلي كريم بخطوباتها على رجل الأعمال عمر إسلام بحضور عائلتها وعدد قليل من المقربين في مدينة الجونة وذلك بعد ضجة كبيرة حول زواجها سرا هذا الأسبوع والتي نفتها نيلي كريم قبل أن تعود وتكشف عن خطوباتها رسميا وذكرت عدة مصادر أن نيلي كريم تستعد للاحتفال بزواجها بعد انتهاء أزمة كورونا وترتب لها خلال الشهور المقبلة وتعتبر تلك زيجة هي الثالثة لها في حياتها وذلك بعد تجربتها الأولى في الزواج في التسعينات وكانت وقتها في سنة 17 عاما وأثمرت هذه الزيجة عن إنجابها ابنيها كريم 25 عاما ويوسف 20 عاما ثم تزوجت للمرة الثانية في عام 2004 من خبيرة تغذية هاني أبو النجا ثم انفصلت نيلي كريم عن هاني أبو النجا في عام 2015 وأثمرت زيجتهما عن ابنتيهما سيلية 13 عام وكندا 8 أعوام واليوم هو في عام 2020 تعلن نيلي كريم عن استعدادها للزواج للمرة الثالثة وبعد انتهاء عرض مسلسلها الأخير بميتوش الذي قدمته في موسم شهر رمضان الماضي مع الفنان آسر ياسين وحقك نجاح كبير على المستوى الجماهري شكرا لكم لحسن متابعة ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد والسلام عليكم